مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الخميس بقايا أمتار سجلناها خلال 24 ساعة الفارتة في عدد من الولايات التونسية كانت عليها في ورية القصرين وانسجلنا من بين 5 مليمترات وتسعة مليمترات القيروين في حدود المليمتر وسبع مليمترات والمهدية من بين مليمترين والاربع مليمترات كذلك هبوب رياح قوية كانت محسي بالكيلومتر في الساعة في ورية بنزرت 58 درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم تعتبر منخفضة بالسواحل وكذلك بالمتفعات وبشمال في حدود الـ 20 والـ 26 درجة وفي بقية المناطق كانت بين 26 و33 درجة خصوصية التقس يشوفها من خلال تسلسل صور القمر الاسطيني التقس كان مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال للوسط مع نزول أمتار متفرقة ورعدية بالنسبة لوقعاتنا لتقس الليلة تقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب على أغلب المناطق بشمال بالوسط وبالجنوب ويكون مرفوقة بأمتار رعدية وقد تكون أحيانا غزيرة بالوسط تريح من القطاع الشرقي بالنسبة لوقعاتنا لتقس غدوة أمتار متفرقة ومؤقتة رعدية بشمال محليا بالوسط وبالجنوب وريح من القطاع الشرقي قراءة في توقعاتنا لدرجة الحرارة لمدن التونسية 24 في كل من تونس الكبرى وبنزرد 19 في قليبيا 22 في نيبل زغوان 25 19 في تبرقة 23 في كل من بيجة وسليانة 27 في جندوبة الكيف في حدود 23 والوضع ملائم لنزول أمتار تالى أقل في حدود 21 تقس مغيم جزئيا القيروين في حدود 25 درجة مع نزول أمتار في جهة الساحة 22 في سوسة المنسير 19 المهدية 22 21 في كل من جزر قرق ناوسفيقس واسيدي بوزيد في حدود 23 والقسرين 22 درجة بالنسبة لمدن الجنوب الغربي تتواصل درجات الحرارة مرتفعة في قفصة 28 تزر 33 قبل في حدود 35 تقس مغيم جزئيا وبقية مدن الجنوب الشرقي قابس في حدود 25 جزيرة جربة 30 مدنينا 36 تطوين 35 ورميدة 37 التقس يكون مغيم جزئيا بالنسبة للملاحة وصيد البحر نشرتنا التحذيرية سيرية المفعول بالنسبة للأخوة البحارة وصالحة لمدة 24 ساعة في منطقة سيراتوها خليج تونس ريح من القطاع الشرقي والبحر متموج وسرعة الريح من بين 15 إلى 25 محلين 35 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشابة الريح جنوبية شرقية البحر مضطرب في شديد الاضطراب وسرعة الريح من بين 15 إلى 25 محلين 25 إلى 30 عقدة تجاوز الاربين عقدة في خليج قابس الريح شمالية شرقية البحر شديد الاضطراب وفاعلية الريح من بين 25 إلى 30 تجاوز الاربين عقدة قراءة في توقعاتنا لدرجات الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوقشت تقس كثيف السحب 27 دربيضة 24 جزير 21 ترابلوس درجات حرارة مرتفعة في حدود 32 الخرطوم كثيرا درجات حرارة مرتفعة مقارنة دائما بالـ 24 ساعة الفارتة في حدود 44 القاهرة 32 تقس مغيم جزئيا بالنسبة للبقاع المقدسة درجات حرارة مرتفعة المدينة المنورة 42 مكة المكرمة 44 39 في الدوحة أبوظبي 36 مسقط 38 تقس مشمس والكويت التقسة في حدود 37 درجة تقس مغيم جزئيا بغديد 41 قدس الشريف 24 بيروت 24 دمشق 29 تقس مغيم جزئيا إسطنبول في حدود 14 درجة مع نزول أمتار بالنسبة لأوروبا درجات الحرارة في روما في حدود 21 أمتار ضعيفة مرسيليا 19 في برلين 22 لندن 13 بروكسيل 18 أمستردام 21 فينا 12 جنيف 18 وبريس 16 درجة مع أمتار كذلك الوضع ملائم من نزول الأمتار في مدريد 19 درجة وفي لشبونة تقس كثير في السحب وفي حدود 23 درجة بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم السبت البحر على كامل الشريطة سيحل يكون متموج في شديد الاضطراب والرياح تكون من القطاع الشرقي بشمال وبالوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب والوضع ملائم من نزول أمتار مؤقتة رعدية بشمال بالوسط سحب عابرة بالجنوب ودرجات الحرارة تنخفض نسبياً بشمال بالوسط وتستمر مرتفعة بالجنوب بالنسبة ليوم الأحد البحر يكون متموج على كامل الشريط الساحلي والرياح من القطاع الشمال بشمال بالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب الوضع كذلك ملائم من نزول أمتار مؤقتة رعدية بشمال بالوسط ودرجات الحرارة تستمر مرتفعة بالجنوب وقد تشهد انخفاض بشمال وبالوسط أوقات الشروق والغروب الشروق انشار يكون في تمام الساعة الخامس صباح و14 دقيقة والغروب سابعة مساء و18 دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطن الرزي الجوي على صفحة الويب تتفعل وتتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات سليط لمدينة ونس وما جوار سليط الصباح في تمام الساعة أثلي تفاجر 33 دقيقة سليط الظهر منتصف النهار 23 دقيقة سليط العصر الرابع مساء و4 دقيقة سليط المغرب في تمام الساعة سبعة مساء و20 دقيقة و16 في تمام الساعة 8 مساء و59 دقيقة دونتم أوفيه الوطني الأولى سبحان لك بنس كل